هنتكلم بقى النهاردة في توبيك انا متأكدة ان نور يعني ايه ممكن ممكن النهاردة مش التلاتة النهاردة مش التلاتة النهاردة الحد خلاص يعني نخليها على الهادي على الهادي بالراحة ولين الموضوع الموضوع مهم فعلا فيه بنات طلع في موضة نديدة اليومين دول اكيد بتدايق اي عريس على فكرة موافقة بس بشارت لحظة كتب الكتاب تيجي تقولك ايه ممكن تخلي الموجودين كلهم يشوفوا العروسة بنظرة مش حلوة بس ممكن مثلا يكون السبب ايه علشان تضمن حقوقها ايه علشان ايان كان ايه اللي هي في دماغها عايزها تحس بالاستقرار وهي عايشة في جوازتها فبتحط شروط تخيل بقى بنت تطلق نفسها لما جوزها مثلا ايه سفر وهرب والتانية العريسة بالفرح وخلع عشان عايزة مثلا ايه تكمل تعليم عايزة تبقى يعني اسباب تفهى بس هي عايزة بقى ايه تقولك انا هتطلق نفسي ولا مثلا واحدة بتحدد الشقة تكون باسمي مين حاجات غريبة جدا 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 بدأنا نسمع عنها مؤخرا في طلبات البنات في الجواز شروط ما كانتش موجودة قبل كده خالص مالس بالس مين اللي قالك ان الشروط ما كانتش موجودة قبل كده طول عمر العروسة بيبقى ليها الشروط ومش دايما مش كل العريس بس يعني لما بتبقى العروسة ليها الشروط ده بيبيقاش حاجة وحشة وعلى فكرة ساعة كمان العريس بيبقى ليه شروط اها يعني اها اها لا لا ما هو بصي بصي افش اللي اتفاق حلو واللي اوله شرط اخر ايه اخر نور هتلاقوني واقفة هناك في الاخر مستنياكو هتديكو الجايزة بتاعتكو ان انتو يعني ما اخلتوش باتفاقكو اللي اوله شرط اخر نور فعلا لو انا عندي حاجة مثلا لو انا بتجوز قبل ما اخلص تعليمي من حقي ان انا اقول لما بعد الجواز من فضلك ما تقعدنيش من تعليمي او مثلا انا واحدة بشتغل او ما بشتغلش بس دخل على مستقبل كبير تمام وهو المفروض في البداية برضو موافق ظاهريا قدامي كده هون احنا ان انا هشتغل بعد الجواز يبقى لازم شرطة اقوله انه من فضلك بعد الجواز ما تخلنيش اقعد من شغلي او مثلا ما يمنعنيش من ان انا زور اهلي او ما يمنعنيش ان انا زور صحابي كل دي شروط مهمة انا لازم اقولها لو انا حاسة بعدها من الامان اقوله انا حاسة ان انا شريكي ممكن فهم الامان يتغير انا معاك في النقطة طبعا لازم تحددي الحاجات اللي انت هتمشي عليها بعد كده بعد الجواز سواء انت بقى عايزة تشتغل ايه سواء اي حاجة انت عايزها ده بتحددي كويس قوي مع شريك حياتك وانتو في فترة الخطوبة انا مش بقى معها خالص وضد فكرة الشروط الشروط اللي بتتكتب في قسمة الجواز لان مش هتتعامل اولا بالشكل الصح وبيهدد شكل العلاقة من الاول وبيبقى طرف بيستغل التاني وبيفرد عليه شروط وده اللي وصلنا له لما بتقولك بقى ايه العاسمة بتبقى في ايدي والكلام اللي عمرنا بقى ما كنا بنشوفه غير في الافلام لما سهير رمزي طلقت الزعيم عاد الامام في فيلم رجل فقد عقله وخلته فقد عقله فعلا علشان هي بتطلب حاجات غريبة انا بتكلم على الشروط الغريبة بقى نتحافظة في البيت مش عايزة ينزل الموطب تاعة بتكلم على الشروط اللي بتبقى محطوطة يا نور فعاد الجواز اللي هو ايه انا العاسمة تبقى في ايدي الشقة تبقى باسمي لقى اصلي مش هينفع ان انت تجيب لي الشقة الفلانية في المكان الفلاني هتجيبها لي وتكتب بقى كل ده ايه في عقد الجواز ده اللي انا ضده العاسمة تبقى في ايدي دي معناها ناية يعني بتروح تقوله روح انت طالق اهو اصلي ما فيش حاجة اسمها كده يعني منشوفها في الافلام اه بتبقى كده حتى كمان برضو شفت في مساسة ليلة حلمية في الجزء الاولاني نزج السلح دار طلقت العمدة سليمان غنم قالت لسليمان انت طالق لا هي ما بتبقاش كده خالص طبعا دي كانت معالجة درامية يعني انما انه الست بتبقى في فكرة العسمة دي بتبقى اسمها ايه بتبقى بتبري نفسها بتسرح نفسها خلاص تسريحهم باحسان هي خلاص بتنفصل بتتنازل عن كل حاجة يعني هي ما تبقاش عايز تاخد حاجة خالص من العريس هو لازم يكون فيه اتفاق لازم يكون فيه شروط ده من البداية خالص بعيدا بقى عن فكرة العسمة او غير العسمة يعني انتي مش معان العسمة تبقى في ايدي الست طبعا لا انا مش مع العسمة انا مش عارفة اساسا شارعا فكرة ان العسمة تبقى في ايدي الست دي حاجة موجودة يعني او حاجة حقيقية ولا هي بس كده حاجة درامية او كده بس انا شايفة انه لو مفيش شروط في الاول للراجل وللست بس خلينا الكلام عن الست بيحصل بهدلة وبيحصل مشاكل بعد كده لانه خدي بالك برضو النسبة تتخير محدش بيبقى على حيله مهم ان انتوا يبقى ما بينكم شروط قانون تعملوا قانون يا جماعة عملوا قانون ما بينكم ما بين بعض حياتنا هتمشي ازاي انا هعمل كذا وانت هتعمل كذا ما تجيش في يوم تقولي اعملي كذا غصب عنك لانها هتلاقيني اتغيرت لما تجبرني على كذا ايا كان ايه هو لبس معين طريقة حياة معينة مثلا يعني بعد ما ابقى في حتة ابقى في حتة تانية خالص بالنفسية حتى كمان التغيير ده انت كمان لما تتغير تغيير معين هي مش عايزاه لازم مهمة اوي ان انتوا تبقوا عارفين بعض وحطين لنفسكم الخطة والكتالوج اللي انتوا تمشوا عليه خدوا بالك ان الكتالوج ده والشروط دي بيتعمل لها ابدات كل سنتين تلاتة لان انتوا بتتغيروا فلازم هتقعدوا مع بعض تاني وترجعوا تتفقوا على اتفاقات جديدة تاني مهمة اوي ان انتوا تبقوا متفقين انتوا بتسيبوا الموضوع كده من غير ولا شروط لا اتفاقات ولا اتفاقات ولا اي حاجة لا اسمع الشروط ها يحصل مشاكل ما هو الشرط مع اه وبعدين ممكن بقى الموضوع بعد كده ايه بتقولي ايه في حاجات جوه اللي اتفاقات بتبقى سروط بتبقى اللي هو انا مش هقدر اعمل ده نهائي لا الشرط ده اللي هو بيبقى مكتوب في العقد ايوة ممكن تكتب اه انا مش هتنازل عن شغلي مثلا اه ومش هعمل كذا الا لما يحصل كذا ده انا ضده ده اسلوب غلط في العلاقة من اولها بقى كده تبقى هي بقى ستة متسلطة وعايزة تفرد رأيها وعايزة تخش بقى ايه لا اقولك فريدي هي جوازة مثلا صالونات جوازة عن طريق المعارف او كده اللي هو وفقنا راسمتها الحلال ما كانش في حب ما كانش في علاقة ما كانوش يعرفه بعض يعني فهي مش عارفة هي دخلة على ايه انتش عايزة ايه نور هي مش عارفة هي دخلة على ايه ايه تعرف هي دخلة على مين دخلة على ايه دي واحدة تجوزت كده اللي هو ايه حد بناسب كويس جي تقدم ما شافته ما تعرفوش اه طبعا لو عندها حاجات مهمة لازم تكتبها هي ايش دمانها الشخص اللي هي تتجوزه ده هيبقى باقي على وعوده معاها ما هي الوعود اللي بقى كلام اللي بيبقى مدهون بزده كلام بيبقى مدهون بزده هو ده للغير اليومين دون انا عملت كده انا عملت كده حيبقى مشكلة كبيرة قوي كل واحدة بقى على حسب ثقافتها وتربيتها تطلب حاجات حسب هواها وهنا بقى نبعد بقى عن العرف وممكن الدين كمان طب ما الحاجات العادية مش محتاجة اصلا شروط فترة الخطوبة لان بزيه جدا ان هم يتفقوا عليها هم الاتنين والدنيا تمشي زي الفل ولا موافقة يا مولانا ولا مش موافقة يا مولانا والحاجات على عساب الشرط يعني فهمت ازاي شاركونا يا جماعة طبعا بقرأكم وقلولنا هل انتو ضد ولا معا ان العروسة تكتب شروط في العقد قبل الجواز اه ولو